تمت في كنيسة العذراء مريم والقديس موار جرجس من منطقة العبدالي بعمان رسامة الدكتور الشماس موايك الرمسيس كاهنة للكنيسة القبطية في الأردن ترأس القداس الأنبى أنطونيوس مطران للأردن والكرسي الأورشاليبي والشرق الأدنى بمشاركة الأنبى رفائيل أسقفي عامي كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب والقمص أنطونيوس محيحنة باعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة وعددا من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع غفيرا من أبناء الرعية القبطية في المملكة وكانت قد أقيم في ذات الكنيسة قداس عشية ومحاضرة روحية للأنبى رفائيل أسقف عامي كنائس وسط القاهرة